تصور تصور لما الطالب يغش في الامتحان وانا عشان بيصعب علي الطالب يقوم مع عقبوش انت الحقيقة اكبر عقب لي انك تكسيبه يغش ده انت بتعقبه بقيت عمره انك طلعت انسان غشاش الغشاش ده لا انت مش بتعقب بس انت بتخليه جزء غير صالح في المجتمع مزبوط وانا بقول ايه انت طلعت وواحد هيغش رسمانت في العمارة واحد هيغش في يعني مش ضرورة اقول بقى في ايه و ايه و ايه يعني واضح يعني انا ابقى كده ضريت المجتمع وعقبته اكبر رحمة ليه انك تعقبه على جريم ترغش عشان يعرف ان ده غلط وما يعمل ايه دكتور صديق كل ده معطى في الاقتصاد بعد كده له دال في الاقتصاد يعني كل ده بيخدم الاقتصاد الله يلتع عليك بالتأكيد لما يقول انا عارف حضرتك يعني لك باع طويل في الدراسات الاقتصادية ايه والتعليمية والعلمية يعني حضرتك والتسويق نظبوط لما يكون الناس ملتزمة بصفة عامة البناء ده من المواطن ملتزم اذا تصدى لعمل يحاول ان يتقنه الله اذا لم يعرفه يتعلمه وهكذا الامانة في العمل الالتزام في العمل الانضبط في العمل من المؤكد ده هيكون لانعكاس اقتصادي على الدولة هما اليابانين ما عندهمش موارد طبيعية ودائما نضرب بهم المثل ليه لان عندهم العمل شيء مقدس عندهم الاهم عنصر عنصر الانسان مش كده يعني عناصر الانتاج مش موجود بوفرة هناك الا الانسان والله انا بنت راحت استضيفت هناك شهر كده واقعدت معهم وعاشت مع عسرة يابانية جاءت منباهرة منباهرة بجد يعني بالقيم اللي هما بيمرسوها او بيلتزموا بيها في حياتهم حتى اشتهر على السوشيال ميديا كوكب اليابان كوكب اليابان الشقيق يعني يعني كوكب اليابانيين كوكب اللي واحد يعني انهم مش من عالم بتاعنا ده من عالم اخر كما فالانعكاس الاقتصادي ايو للالتزام بالخلق والقيم وما الى ذلك من المؤكد هيبقى عالي جدا احنا النهاردة كل حربنا مع الاقتصاد ان احنا نخلي كل الناس تشتغل وتشتغل بجد وتنتج بجد ويتقن عمله بجد الموزيع يتقن عمله والفلاح يتقن عمله والكمساري يتقن عمله كل الناس يتقن عملها مؤكد ده هيبقى الانتاج افضل يعني لا ومن هنا بيتحدد قيمة كل واحد مزبوط يعني الامام علي يقول قيمة المرء فيما يحسنه الله 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 لا يفتعليك ده سيدنا النبي بقى ان الله يحبه ده عملا ان يتقن ده مهم جدا دي مبادئ هل كانت مرأية كل هذه المبادئ في وضع رؤية متكاملة واستراتيجية للتربية الاخلاقية في الكتاب مؤكد مؤكد احنا ننتهينا في النهاية برشتة ايوة ازاي المعلم روح للرشتة بقى الرشتة ايه ازاي المعلم يمارس دوره في التربية الاخلاقية وكما ادعيت في الاول انه لابد ان يركز اساسا على الطرق غير المباشرة يعني عايز يعلمهم القيادة يقوم يحاول يكون مجموعات وينتخبوا واحد والواحد ده يمارس دوره ونوجهه عند اللزوم وما الى ذلك اذا كنا عايزين